كورونا الذي يتجول بين دول العالم دون الحاجة لتأشيرة دخول أو تفتيش على الرغم من تضافر الجهود الدولية للحد من انتشاره منظمة الصحة العالمية توقعت أن يشهد العالم ارتفاعا كبيرا في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لكنها أكدت أن الصين تشهد حسارا ملحوظا لهذا الوباء فمنذ إعلان منظمة الصحة العالمية في 11 من شهر آذار أن وباء كورونا أصبح وباء عالميا سارع الدول العالم لاتخاذ التدابير الوقاية منهم والدول العربية بصفتها جزءا من هذا العالم تتأثر بالمتغيرات من حولها لكنها تتحرك بخطوات بطيئة في مواجهة هذا الوباء أغلب الدول العربية ذات البنية التحتية الصحية والاقتصادية والتعليمية الهشة لم تكن مستعدة لمثل هذا الوباء ومتهمة بعدم التعاطي بشفافية فيما يتعلق بهذا الوباء فراهنت على التزام شعوبها بحضر التجوال دون الالتفاة إلى التساؤلات التي تثار عما يمكن أن تفعله الدول العربية تجاه هذا الفيروس الموارد الكبيرة والميزانيات العالية لأكثر الدول العربية لم تستخدم لرسم الخطط التعليمية وبناء المستشفيات والمختبرات العلمية التي من شأنها الوقوف أمام تحديات كبيرة مثل الأوبئة والأمراض المستعصية الأنظمة العربية المعتمدة على الاستيراد في أغلب حاجاتها سيترك فيروس كورونا أثره الكبير عليها بشكل مباشر ومؤثر لا سيما وأنه من الصعب تحديد نهاية لهذا الوضع الاستثناء توقيتا وتداعيات فالأمر برمته مرتبط بمسار انتشار فيروس كورونا فعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية عن تراجع انتشار العدوى داخل الصين إلا أن ذلك التحسن يقابله تفشي للفيروس في دول أخرى وبالتالي تمثل حالة عدم اليقين بشأن السيطرة على أزمة كورونا في الوقت الحاضر الحقيقة التي لا مفر من الاعتراف بها ويبقى الحل معتمدا على مدى قدرة العالم في التعاون الفعال بهدف السيطرة على هذه الأزمة ووقف تداعياتها المدمرة والتي لن تستثني أحدا ترجمة نانسي قنقر